استضافت القاهرة بمقر جامعة الدول العربية فعاليات الاجتماع التشوري لتعزيز تنصيق الجهود المفذولة لصالح دولة السودان وخلال الاجتماع عرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت عن انزعاجه الشديد مما وصل إليه الحال في السودان المزيد حول اجتماع اليوم يطلعنا عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري نعم تحياتي من جامعة الدول العربية في القاهرة حيث انتهى منذ قليل الاجتماع التشوري لتعزيز تنصيق الجهود المفذولة لصالح دولة السودان هذا الاجتماع الذي جاء تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت والسيد عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحرانية والسيد رمضان العمامر المبعوثة الأممية إلى السودان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة هذا الاجتماع التشوري الذي يبحث الأزمة السودانية ومخرجات سبل الخروج من هذه الأزمة والتوافق على وجود حل لهذه الأزمة منعا لتفكك دولة السودان وتحدث الاجتماع وفق مخرجاته عن ضرورة العودة إلى المخرجات قمة جدة التي اقترحتها المملكة العربية السعودية وكان من عناصر هذا الاجتماع المشكلين له اليوم الأمم المتحدة ومنظمة إيجاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي فضلا عن الاتحاد الأفريقي وكان رئيس القمة العربية الحالي دولة البحرين وفضلا عن موريتانيا رئيس القمة الأفريقية وكان من الحضور أيضا أصحاب المبادرات حول السودان مصر والولايات المتحدة الأمريكية حيث كان هناك مندوب عن الولايات المتحدة الأمريكية هنا في الجامعة العربية القوى الفاعلة والقوى الدولية الفاعلة في المهتمة بهذا الأمر إليكم